الانكار المتكرر لا يغير من صحة التقارير ورفض طهران تقريرا من خبراء الامم المتحدة يقول ان الزعماء القاعدة في ايران اصبحوا اكثر نفوذا ويعملون مع زعيم التنظيم المتطرف ايمن الظواهري للتأثير على الاحداث في سوريا لا يغير الوقائع التي تثبت ذلك التقرير الاممي نقل عن دول في الامم المتحدة ان الايرانيين والظواهري تسببوا في تشكيلات وانشقاقات وعمليات اندماج لعدد من الجماعات الموالية للقاعدة في ادلب تقرير للامم المتحدة يسلط الضوء مرة اخرى على العلاقة المشبوهة بين تنظيم القاعدة وايران التقرير يشير الى ان قادة التنظيم الذين يعيشون على الاراضي الايرانية اصبحوا اكثر فعالية من الماضي اذ باتوا يتعاونون مع قادة القاعدة في الخارج مثل ايمن الظواهري مما جعل تأثير التنظيم اشد خطرا مرت علاقة تنظيم القاعدة وايران بثلاث مراحل المرحلة الاولى بدأت قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر وتحديدا في العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين حيث كان منصق العلاقة حينها احد ابرز قيادات ميليشيات حزب الله عماد مغنية سادت هذه المرحلة علاقة تبادل مصالح تكفل لتنظيم القاعدة استخدام الاراضي الايرانية لتمرير الدعم المادي وعبور الافراد مقابل اموال تدفعها القاعدة لايران اما المرحلة الثانية فكانت بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر واتسمت بعملية احتواء وحماية وتوظيف من قبل ايران لتنظيم القاعدة ورموزه فقد تعدت مسألة العبور الى الحماية وتوفير المعسكرات اضافة الى انطلاق بعض العمليات الارهابية من الاراضي الايرانية مستهدفة دولا عدة المرحلة الثالثة من العلاقة بدأت بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن حيث سرعت ايران الى التخلص من قيادات التنظيم عبر دسهم الى الدول المجاورة حاملين اجندات تخدم مصالح النظام الايراني الكثير من رموز تنظيم القاعدة عاشوا في ايران ومنهم سيف العدل احد اكبر القادة العسكريين للتنظيم ومؤسس تنظيم داعش ابو مصعب الزرقاوي وغيرهم معنا الان من عمان رئيس وحدة الدراسات الايرانية في مركز امية للبحوث والدراسات الدكتور نبيل لا توم مساء الخير دكتور نبيل مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار نتحدث عن هذه العلاقة اولا هذا التقرير الصادر عن خبراء في الامم المتحدة لا زال يتحدث عن وجود علاقات وزعماء القاعدة في ايران اصبحوا اكثر نفوذا العلاقة بين القاعدة وايران كما جاء في التقرير ليست مسألة جديدة تعود الى التسعينات ولكن في هذه المرحلة الان ما هي المصلحة التي تربط ايران بتنظيم القاعدة ما الذي تريده ايران تحديدا من هذا التنظيم برأيك مساء الخير شكرا جزيلا لكم يعني لا شك هذا سؤال مهند مهم ومحوري ان طبيعة العلاقة ودوافع ايران من خلال نسج علاقة بينها وبين القاعدة او التنظيمات دعني اسميها الارهابية او التكفيرية في المنطقة هي تعود لأسباب ايدولوجية بالاساس وايضا دوافع مصلحية وجيوستراتيجية بالنسبة لايران ايران لديها نظرية مهندة تسمى نظرية ام القرى تعتمد على ما يسمى بنظرية المصدات للدفاع عن المجال الحيوي الايراني اولى هذه المصدات هي العراق ثم الاقليات الشيعية المصد الثالث هي الحركات المسلحة الشيعية التي انشأتها ايران بالاضافة الى المصد الرابع وهو المهم وهو الذي يعنينا في هذه الحلقة هي الحركات الاسلامية الاخرى ذات الطابع السنية التي تطلق عليها دائما ايران المؤلفة قلوبهم الذين يمكن تأليفهم في اي لحظة وهذا ينترج ضمن اطار دعم ايران للتنظيمات سواء كانت القاعدة سواء داعش النصرة حتى حماس حتى الجهاد الاسلامي وغير ذلك من التنظيمات السنية اذا الخطوة الاولى هي للدفاع عن المجال الحيوي الايراني الامر الثاني هو تطبيق الاجندة الايرانية ومحاولة الترويج لهذه الاجندة خاصة ان ايران الان باتت تعيش مرحلة خطيرة ومهمة ومحورية كما تعلم مهند ان الآن الظروف الحالية بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي باتت ايران عاجزة عن مواجهة الولايات المتحدة وبالتالي بدأت تبحث عن ما يسمى بالانطلاق الى الخطة بها او بلان بي وهذه بالاساس الاعتماد على مخالب ايران وادواتها واذروحها في المنطقة وفي مقدمتهم بالتأكيد القاعدة وداعش والنصرة وغيرها الامر الثاني انه عاد عن تطبيق الاجندة الايرانية هي الترويج لما يسمى بمكافحة ايران للارهاب وهذا من طلع على الادارة الامريكية السابقة في عهد اوباما عندما اعتبر ايران هي شريكة في مكافحة الارهاب وهذا الامر طبعا كذب بواح اقول انه كذب يعني يعتمد على ان ايران تحاول الترويج وتسويق نفسها ضمن هذه الخانة وهذا في واقع الامر يعكس كانت مهزلة موجودة في السياسة الامريكية عندما اعتبرت ايران انها احد ادوات المهمة لمكافحة الارهاب ايران شريكة في الارهاب وهي راعي رسمية للارهاب الهدف الثالث والمهم هنا استنزاف قدرات المنطقة ايران تحاول ان تدخل الى المنطقة تمد ما يسمى بالمجال الحيوي الايراني من خلال ادوات ومخالب لها موجودة ولازالت موجودة لغاية الان هي تحاول من خلالها استنزاف قدرات المنطقة تصفية الحسابات مع الخصوم والمنافسين الاقليميين وفي مقدماتهم المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الدول التي تشترك بعلاقات صراعية مع الجانب الايراني بالاضافة الى سعي ايران دعني اسمي تعبئة الفراغ او استراتيجية ملء الفراغ من خلال التذرع بوجوده سواء في العراق او في سوريا بانه يندرج في اطار مكافحة الارهاب كل هذه الاهداف ما تسعى اليه ايران في واقع الامر لكن انا اللي بعتقده انه الان ايران من خلال ما اطلق عليه تصريحات عدد من المسؤولين الايراني في مقدماتهم علي لرجاني عندما تحدث عن الانتقال الى الخطة باء او ما يسمى باثارة الفوضى او قلب الطاولة على الخصوم والمنافسين انا بعتقد انه هذا يعكس ضعف الموقف الايراني وتوسلوا مرة اخرى بالارهاب وهذا يقتضي من المجتمع الدولي حاشد كل الطاقات والامكانات لمواجهات هذا النفوذ الايراني المتعاظم خاصة ان ايران احد ادوات الفوضى غير الخلقة التي باتت تعيث خراب وفوضى في المنطقة فيما يتعلق بسوريا دكتور نبيل سوريا الان مسرح اساسي للعمليات العسكرية التي تشارك فيها ايران وميليشيات التابعة لايران وايضا هذه التنظيمات المتطرفة ومن ضمنها تنظيم القاعدة ممثلا بجبهة النصرة او هيئة تحرير الشام الى اي مدى برأيك هناك تنسيق ضمني بين ايران وبين التنظيم على الساحة السورية على الرغم من ان الهدف المعلن لايران وحلفاء ايران هناك هو محاربة هذه التنظيمات يعني ايران ربما هي العلاقة غير مخفية وهي علاقة واضحة حتى بالنسبة لاجهزة الاستخبارات والدول الاقليمية وحتى للدول العظمى عندما بصدر هناك تقرير يفضح لهذه العلاقة هذه العلاقة هي ليست سرية في واقع الامر بالنسبة للازمة السورية تعتبر احد دعني اسمي المجالات المهمة والحيوية بالنسبة لايران ايران تسعى من خلال مدخل الازمة السورية الى استكمال ما يسمى بالهلال الايراني واستكمال مشروع الايراني نحو دولة اقليمية عظمى بحلول 20-30 هذا اعلنت عنه ايران بشكل مباشر وصادق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام ووافق عليه مرشد الثورة الان التنسيق كما قلت لك موجود على ارض الواقع هو ايران تريد ان تحقق من ذلك مجموعة من الاهداف اولا تريد ان تبرر وجودها الشرعي من خلال مدخل الازمة السورية بان ايران موجودة بطلب من القيادة السورية ومن النظام السوري وهي موجودة لمكافحة الارهاب الامر الثاني محاولة الترويج للدور الايراني ان ايران لا زالت هي شريك فعلي في مكافحة الارهاب وتحسين شروط التفاوض الهدف الثلاث مع الولايات المتحدة الامريكية وحتى مع الجانب الروسي لانه الايرانيون بشروا قبل فترة اقل من شهرين ونشروا مقالات في هذا الامر في وسائل الاعلام الايرانية عن عودة داعش او اعادة بعث داعش من جديد والتنظيمات التكفيرية في الاراضي السورية وبالتالي على المجتمع الدولي ان يدرك خطورة ذلك وبالتالي هذا يحسن كما قلت لك مهند من شروط التفاوض خاصة ان ايران بدأت في الفترة الاخيرة مع الانهيار الاقتصادي الداخلي تبحث عن سبل جديدة وتطرق ابواء جديدة لتحسين شروط تفاوضها مع الولايات المتحدة الامريكية ضمن استراتيجية تخاذم الملفان كما تعلم ان الان الايرانيين قد خسروا الكثير من خلال متخل الازمة اليمنية بفعل ضربات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي تم سحب البساط من تحت ايديين فيما يتعلق من تحت ارجلين فيما يتعلق بالازمة اليمنية الان انتقلوا الى الازمة السورية الان مع ارتفاع احتمالية وجود صفقة امريكية روسية هذا سوف يقضي على امال وطموحات ايران في توظيف الورقة السورية مستقبلا وبالتالي اعادة تقوية صلاتها مع التنظيمات الارهابية هناك في ادلب في جبهة جنوب سوريا وغير ذلك من هذه المناطق هذا يعزز من فرص ايران وتحسين شروط تفاوضها لاحداث ما يسمى بالصفقة النهائية مع الولايات المتحدة الامريكية وحتى اضعاف الموقف الروسي بهذا الامر لان روسيا في حال دخولها في انفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وهذا ما تم في الواقع بعد قمة هلسنكي عندما ألقى الرئيس بوتن بالكرة الى الرئيس ترامب ترامب قال له الان الكرة في ملعبكم فيما يتعلق بالازمة السورية هذه كانت رسالة واضحة بالاضافة الى سعي روسيا من خلال اعلانها اكثر من مرة عن ضرورة خروج الميليشيات المختلفة من سوريا بما في الميليشيات الايرانية هذا سوف يؤثر على الدور الايراني ايران تريد ان تمد في عمر بقاءها من خلال مدخل الازمة السورية وتخلق مزيد من المساوغات من خلال اعادة بعث هذه التنظيمات الارهابية والتكفيرية في سوريا شكرا جزيلا لك الدكتور نبيل لعتوم رئيس وحدة الدراسات الايرانية في مركز اومية للبحوث والدراسات كان معنا مباشرة من عمان